موسيقى أنا سوكينا 21 سنة في تخلاقيت ما كنشوفش محل الأخوتي والأم ديال وكان الحمد ديالي هو نقرأ وقد كنشوف دراري غادي نهزين شكير وغادي المدراسة كنكبقى فيي الحال والحمد لله تمنيت حاجة وحدة كو كان عندي العينين نخدم ونعاون والدية من كنشوف والدية في هذه الظروف كنتأسف أني ما قادر نعاون مبوال كبقى فيي الحال موسيقى هل تشقى عليكم؟ هل تشقى؟ أنا تشقى؟ أمي دعني نخدم ونعاون كل شيء تقول لي لا سافي باركا غير أنا إدية تحرقوه لكن تشقى فيي أمي موسيقى 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 المترجم للقناة ما دخلتش شي جامعية دي المكفوفين نهائياً؟ ما كيش اللي عاونكم ولا جا شاف من حالكم يعني باش تدخلوا وتقرأ ولا شي حاجة؟ لا كينا مدرست مكفوفين ولكن بعيدة علينا بسافة اشتركوا في الميطة نعم فلنشتغى في الميطة كذلك لنعيدوش اربع سنين اللحم كان عيدوهش بناس كنا هنه ربع سنين مالقا سانه ربع سنين مكن نعيدوش وكن قوم بلعيد، وكنشدو علنا الموحل وكنبركو بنيتي كنقولها والعوض نقولها بنيتة، هنه في الدوار وأربع سنين ما كان عيدوش! بناس كتدضحي ونستدعي الميطات وهذه الساعة كدة عديس وأيين صغير والحمد لله والشكر لله والله ملك الحمد ابنيتي على كل حال كيف هي رسالة دي ساسوكينة؟ أتمنى من المحسنين يعاونونا فعلا محتاجين للمساعدة أنا تخلاقيت ما كانشوش بحالي بحال الإخوان ديالي وبحال الوالدة ديالي وفشولت عندي 11 سنة الوالدة ديالي بقاتت تعاني حتى قدرت تخلي المدراسة ديالي المكفوفين ووقفوا معاشي ناس حتى تلقينا ديالي المدراسة وتسجلت فيها وكان الحلم ديالي هو أنني نولي معلم ونعاون والدية وإما أن المدراسة بعيدة شوية بذرب عمر في كازا وحنا خارج على محمدية يعني الترونسبور كانت تطلب مصاريف وحنا ماعدناش لا تسبق طريت أنني نخرج من المدراسة وما نكملش وحنا ماعدناش باش نعيشوه وحتى السكن ديالنا السكن غير لائق ولكوزينة ديالنا سايم هده باش تريب كيفش تدف الحاليس ديالك اليومية؟ مثلا الاستحمام وغتيتاكل كيفش تدف؟ يعني كل شيء تقريبا كل شيء باللمس غير كنت لمسوها كهو صافي يعني كينا واحد المعاناة هذه بدون شك؟ اه داراري محروم أنت من نعمة البصار؟ اه من نعمة البصار من دروف ديال ما عيشها ماعدناش باش نعيشوه وحتى الكسوهما ماعدناش باش نتكسا وبزاف الحواجة الحمدلله على كل حال كيف عندك من عام؟ عندي خمسة وعشرين سنة نهار ديالك عاملينك كيفش كيدوز؟ كان قدار صغير في الدار وصافي وكان فكر في الأحوال ديالنا وكان طلب الله باش يعاوننا وصافيتش اللي كان كذب خالي قالت ما كان تماما؟ اه ما كان شميد دار والمازل كون كمالتقريتي وكن سائل علي الله كمالتقريتي كنت أعاون والدي دياله كذب خالي حلم ديالك مؤجرة؟ اه وش نهو النداء ديالك؟ النداء ديالي هو الإخوان المسلمين ديالنا والمحسنين ديالنا المغاربة يتعاونوا معنا ويشوفوا من حالتنا أنا معدنالة شهرية معدنالة باش نعيشوا ولا والو نتمنى من الإخوان يحسوا بنا والدن ديالي حتى هي مريضة من اللي كان قطع لها الدواد صافي كدرني وكانت خرج لها عملية من اللي كانت صغير ومعدناش باش نديروها صافي وبقيت بحرماك أخفت هذا كل المرض اللي فيه يطلع لها الراس والحمد لله على كل حال ما تنسوش تقابونا وفلاشين يوتيوب واتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد أيام 24 عيونكم التي لا تنام شكرا